تسأل تقول هل هناك دعاء مخصص عند حجر إسماعيل وهل يحيانا يكون ازدحام والإنسان ما يستطيع صلي ركعتين فممكن يقول يعني اللهم أقم يعني الدعاء قالوا اللهم ذكرت الدعاء أم محمد عموما يا محمد يعني السؤال هذا كل أو السؤالين يدوران حول مسألة واحدة وهي الدعاء المخصص عند حجر إسماعيل يا أم محمد الله يرضى عليك ما عندنا دعاء مخصص عند حجر إسماعيل وهذا الذي يذكرونه ليس عليه دليل ولا أثار من علم وهو من إنشاء الناس هدانا الله وإياهم ولذلك أخت الفاضلة لما قلت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن الصحابة فيما أحفظ أنهم كانوا يقولون هذا الدعاء عند حجر إسماعيل وإنما كانوا يستحبون صلاة السنة داخل حجر إسماعيل يسمونه حجر إسماعيل وإلا هذا يسمى الحطيم هذا الحطيم تسمية حجر إسماعيل هذا تسمية الناس ما يبتسمية شرعية ليس تسمية شرعية التسمية المعروفة الحطيم هذا الحطيم وأصلا الكعبة لما احترقت في زمن قريش وحرصوا على إعادة بنائها قالوا ما نبنيها إلا من مال حلال فقصرت النفق النفق يعني جمعوا أموال حلال فقصرت ولم يبقى من الكعبة إلا ستة أذرع هذه ستة أذرع أخذت من الكعبة هذه كلها من الكعبة ولذلك اللي يصلي في الحطيم هذا يكون قد صلى داخل الكعبة داخل الكعبة ولذلك يصلون السنة ما يصلون الفريضة في أخد الفاضلا ما فيه دعاء الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حول الكعبة هو بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار أما الدعاء عند ما يسمى حجر إسماعيل أو كذا أو عند مقام إبراهيم هذا كله ما فيه شيء وإنما واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فيسلي قريب من جهة إبراهيم يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة إن استطاع إن استطاع ولذلك ما فيه شيء اسم الدعاء وإنما تكثرين من الدعاء لك ولأولادك وللمسلمين وللمؤمنين وتسألين الله من خير الدنيا والآخرة ولا تقيدين نفسك بدعاء يقولون لك هذا دعاء الشوطة الأول دعاء الشوطة الثانية هذا كل مخالفات وأيضا الدعاء عند ما يسمى حجر إسماعيل هذا كله من الأمور التي ما ثبت فيها نص وإحباب بالفعل